موسيقى السلام عليكم سنحكي في هذا الفيديو القصير عن الفرق بين الادسوربشن و الابسوربشن الادسوربشن تعني باللغة العربية الادمصاص او الامتزاز في المقابل الابسوربشن تعني الامتصاص الادسوربشن كما ترون ظاهرة تحدث على السطح شايفين المادة اللونها ازرق عملت امتزاز او ادمصاص للمادة اللونها اخضر على السطح اذا هي ظاهرة سطحية وهذه العملية عملية الادسوربشن يعني عملية طاردة للطاقة المادة اللونها ازرق اللي بتعمل امتزاز او ادمصاص بنسميها ادسوربنت المادة اللونها اخضر اللي تعرضت للامتزاز او الالتصاق للسطح بنسميها ادسوربيت بالمقابل في الابسوربشن زي ما حكينا العملية حكينا في حالة الabsorption كانت العملية على السطح في الabsorption لا المادة اللي بصير لها امتصاص تدخل الى داخل المادة المنتصة او الى البلك عشان هيك هم نسميها بلك فينونة ظاهرة مش على السطح تدخل لها جسم المادة وهي يعني عملية حتى تحدث تحتاج الى طاقة ماصة للطاقة اذا بدنا نتذكره الabsorption عملية تحدث على السطح الabsorption عملية تحدث للداخل الabsorption باللغة العربية الامتزاز او الامتصاص الabsorption باللغة العربية تعني الامتصاص الان رح نحكي عن الabsorption كيف بصير الabsorption عندي المادة اللونها ازرق الكمييتها كبيرة اللي هي اللي رح تعمل امتصاء ادمصاص او امتزاز اللي هي الabsorbent والمادة اللونها اخضر بتكون مارة قرب من سطح المادة اللونها ازرق اللي هي الabsorption اللي رح يصير لها ادمصاص او امتزاز نحكي عن المادة اللي لونها ازرق اللي هي اللي بدها تعمل امتزاز على سطحها او ادمصاص المادة اللي لونها ازرق بالنسبة للذرات او الجزئات اللي بتكون في داخل البلغ في داخل المادة مثلا اللي انا عمالي بضلل فيها هاي الظرة او الجزئ هذا الظرة او الجزئ من كل الجهات محاط بذرات من نفس المادة بينهم قوة بسموها قوة تماسك مختلفة ممكن تكون ترابط ايوني رابطة فلزية رابطة ايونية رابطة كوفيلانت بونت اي نوع من انواع الترابط قوة لندن ثنائية القطب كل اماكن الارتباط اللي فيها فل معبئة من الذرات المحيطة فيها مثلا الذرة اللي بجنبها نفس الشي الذرة او الجزئة اللي بجنبها من الجهات كافة من كافة الجهات بتكون ايش عاملة ترابطات مع الذرات اللي من نفس النوع وهكذا الذرة هاي العمالي بضلل فيها هاي الذرة من كل الجهات محاطة في ذرات بينها وبينها قوة ترابط معين فهي كل اماكن الترابط اللي فيها فل طيب بالنسبة للذرات اللي بتكون على السطح هاي الذرات اللي على السطح مثلا هاي الذرة او الجزئة من كل الجهات في قوة ترابط الا في عنده جهة جهة سطحية مكشوفة عنده زي فراغ أماكن ممكن أن يرتبط فيها نفس الشيء الضرة اللي بجنبها والذرة اللي بجنبها السطح عندهم منطقة فارغة غير مرتبطة بإشي شو اللي بصير لما تمر الضرات من مادة أخرى زي اللونها بالأخطر إذا قدرت تعمل معها ترابط معين فهي المادة بصير لها إدمصاص أو إمتزاز يعني إذا المادة الخضرة قدرت ترتبط بطريقة معينة سواء طريقة فيزيائية أو كيميائية ترابط كوفيلانت بوندينج إكتروستاتيك أتراكشن أي طرابط معين فصير لها إدمصاص هاي المادة اللونها أخضر إذا قدرت ترتبط مع السطح بصير لها إدمصاص أو إمتزاز ليش صارت الظاهرة على السطح لأنه الضرات اللي في البلغ المادة الزرقة اللي على السطح في عندها مجال إنها ترتبط بإشي عندها جهة مكشوفة غير مرتبطة فلما تمر أي ذرات ممكن تعمل معها ترابط معين تعمل إلها إمتزاز أو إدمصاص على السطح بالنسبة للأدسوربشن هو على نوعين فيزيسوربشن أو كيميسوربشن إذا كانت نوع حسب نوع الترابط إذا كانت ترابط فيزيائي مثلا قوى لندن نسميه فيزيسوربشن إذا كانت ترابط كيميائي مثلا نعمل كوفيلانت بوند نسميه كيميسوربشن وأحيانا نكون لدينا إلكتروستاتيك أتراكشن